عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي افنونا هاند ماد. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنعمل شغل الخرز مع بعض ده النهاردة. الفيديو هنعمل فيه ديكور من الخرز. الفنجان دوت من الخرز. والطبق طبعا بتاعه. وبالنسبة للصينية احنا عملنا الصينية في فيديو قبل كده. وان شاء الله هنزله لكم في صندوق الوصف. الرابط بتاعها بحيس تكون الطائم على بعضه كامل. دي كرح الوقاوي وسهل وجميل. هيكون شكله جميل قوي في البيض. هنبتدي مع بعض هنشتغل وباختصار عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل. هنشتغل بخرز تمانية تقدر تغيري المقاس براحتك. انا هشتغل بخرز مقاس تمانية بالونين البنبة والابيض. برضو حسب الموجودة عندك تقدر تغيري الالوان. وهقول لكم برضو ان شاء الله الوزن بتاعه هيكون قد ايه? هحتاج معاخة ستين بما ان نشتغل بخرز تمانية. يبقى انا هشتغل بخيط مقاس ستين ان شاء الله. وطبعا المقاس. ونبتدي مع بعض هنبتدي الاول بالفنجان. هنبتدي بالفنجان. هنبتدي من تحت القاعدة من تحت من هنا كده. هنبتدي الاول واحدة واحدة كده. نشوف هنعمل ايه. اول سطر معايا هنبتدي بيه. اللي هو مركز الدايرة كده من تحت. هنعمل خمس خرزات مع بعض. انا هعمله نفس لون التاني. هناخد خمس خرزات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. الخمس خرزات دول. هجيبهم في نص كده الخيط. هواسطنهم كده في الخيط. وبعدين همسك كده الخيط بتاعي. وهاجي من ناحية الطرف اليمين. واخر خرزة انا دخلتها كده من ناحية اليمين. هدخل فيها الخيط من تاني. واسحبه علشان يعمل لي الحلقة بتاعتنا زي ما احنا متعودين. وهسحب الطرف التاني من داخل الحلقة دي. واعمل العقدة. وطبعا قلنا لازم اتأكد ان العقدة دخلت جوه الخرزة اللي انا بشتغل فيها. دلوقتي الخمس خرزات دول معي فتلة ناحية اليمين اها. والخيط التاني ناحية الشمال. اهو. الخيط اللي الطرفين. قدامي اهو. هاجي كده في طرف من الاتنين. في طرف من الاتنين. وهحط الخرز بتاعي. كل خرزة من دول هشتغل عليها غرزة سدسية. معي خرزة واحدة. يبقى انا هحط عليها خمس خرزات. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وهرجع في رقم خمسة دي تاني. واسحب الطرف التاني واعمل العقدة. طبعا كل الفيديوهات اللي اشتغلناها من الخرز هي نفس الطريقة ونفس الشكل. الشكل ده. الطرف اللي الفوق ده والده اللي انا هدخل فيه الخرز اللي هو فوق ده. الطرف اللي تحت الخيط اللي تحت. هدخله فيه الخرزة اللي جنبيها. من الخمس خرزات اللي انا بدأت بيهم. الشكل ده كده. كده. يبقى انا عندي الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت. عندي خرزتين واحدة طالع منها الخيط واحدة في الطرف من تحت كده. يبقى انا معي خرزتين محتاجة اربعة علشان اكمل الغرزة السداسية ويبقى سداسي على واحد. لنهاية السطر. زي ما اتفقنا السطر دوت كله هيكون سداسي على واحد. اخر غرزة انا كل مرة بحط اربع خرزات. معادة طبعا اول مرة كانوا خمسة. آآ اخر مرة هحط تلاتة بس. لان انا معي خرزة على يمين. والخرزة الاصلية اللي في السطر القديم. والخرزة على الشمال يبقى ثلاثة. وهحط لهم ثلاثة. واخر خرزة هرجع فيها. علشان اكون الحلقة اللي هعمل من خلالها العقدة. وهسحب. واقفل العقدة بتاعتي في اخر خرزة معي. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده عندي زي ما احنا شايفين اهو. الخطة طلع من الخرزة دي. وجنبيها واحدة وتحتيهم خرز. الخرزتين اللي تحتيهم واحدة دي هعمل عليهم سداسي على اتنين. يبقى انا هاخد الخيط اللي تحت ادخلو في الخرزة التانية دي. تاني واحدة. يبقى الخرزتين اللي عاملين حرف الواي دولة. كده هعمل عليهم سداسي على اتنين. هم خرزتين محتاجين اربعة. هرجع في رقم اربعة. وهعمل العقدة. هسحب كده الطرف التاني. ويبقى كده سداسي على اتنين. دلوقتي الخرزة اللي هتقابلني دي خرزة لوحدها اللي هي في نص الدايرة. هعمل عليها خماسي. يبقى انا هشتغل المرة دي خماسي على واحد. معايا خرزة ومعايا خرزة يبقى اتنين. الاتنين دول محتاجين كمان تلاتة علشان يبقى خماسي على واحد. هسحب كده الطرف التاني وادخله في الحلقة دي عشان اعمل العقدة. هيقابلني دلوقتي الخرزتين اللي مع بعض وتحتيهم واحدة. دول هيبقوا سداسي على اتنين وخرزة لوحدها بعد كده هيبقى خماسي على واحد. والسطر ده هيمشي سداسي على اتنين وخماسي على واحد. بكده نكون ننتهينا من السطر دوت زي ما قلنا هو كان سداسي على اتنين وخماسي على واحد. سداسي على اتنين وخماسي على واحد لنهاية السطر. هلاقي دلوقتي هيقابلني الخطة طبعا من الخرزة دي هيقابلني خرزة جنبيها وتحتيها خرزة. هيمشي الدور كله من الاول للاخر سداسي على اتنين. يبقى انا معايا خرزتين. الخرزتين دولة بيبقى دحتيهم واحدة دايما. هلاقي الدور كله ماشي سداسي على اتنين. يبقى انا دلوقتي هحط اربع خرزات. عشان اكمل الستة. يبقى ده الربع دي الاخيرة هرجع فيها تاني كده. علشان اكمل الستة خرزات. يبقى انا اول مرة هنا هحط اربعة. وبعدين هاخد الخيط الطرف اللي التحت ده. وهدخله في الخرزتين اللي عليهم الدور. وقلنا الخرزتين دايما بيكون تحتيهم واحدة. بيشكلولي كده شكل حرف الواي. زي ما احنا شايفين. خرزتين وتحتيهم واحدة. ومعايا خرزة ناحية اليمين اها. هحط دلوقتي تلاتة علشان اكمل الستة. يبقى واحد اتنين تلاتة محتاجة احط تلات خرزات علشان يكون سداسي على اتنين. يبقى انا في الحالة دي هحط تلات خرزات. اخر غرزة في السطر هي اللي هحط فيها خرزتين بس. علشان يكملوا لي الستة خرزات. وهعمل تلات ادوار بالشكل ده او تلات سطور بالشكل ده. علشان اكمل شكل الفنجان هيكونوا كلهم سداسي على اتنين. دلوقتي انا عملت تلات اسطور من الغرزة السداسية. وكده الفنجان تقريبا قرر بينتهي. هاجي في الجزء اللي تحت وهدخله بس لجوه كده. اللي هو القاعدة بتاعت الفنجان. بالشكل ده. اللي هو الشكل ده. هدخل القاعدة اللي هم اول سطر مع الغرزة الاصلية. بس كده لجوه. الخيط اللي انا وقفت عنده هنهيه طبعا وهسيب فتلة واحدة بس. هعمل منها الايد بتاعت الفنجان. هحط تمن خرزات عشان يكون نفس الفنجان التاني بالزبط. تمن خرزات. هو بالنسبة للمقاس الفنجان دو. التمانية كفاية اوي. اربعة خمسة. سبعة. كده تمن خرزات. اهو. هنستخدم ابسط الطرق خارس. التمانية دول هاخدهم كده. وهروح بترف الخيط. وهنهيه هنا بالشكل ده. هدخله هنا. وهقفل الخيط وهدخله ما بين الخرز. اهو قصود الغرزة دي. هنسلك الخيط بس كده من بعضه. هبتدي من على الطرف من هنا اه ادخل الخيط في الخرز كده لغاية ما اخفيه خالص. انا بثبته بس وخلاص يعني هو مش محتاج اي حاجة. انا بدخل الخرز في الخيط وبعد كده باخد الطرف ده. وهبتدي اخفيه ما بين الخرز كده. واتخلص منه. وبكده يبقى اليد بتاعتي اتثبتت اهايه. نفس الفنجان التاني بنفس الشكل. هبتدي دلوقتي هنقص الاول الخيط الزيادة. هبتدي دلوقتي اعمل كده الفنجان خالص اهو معي. شكله حلو وبسيط. هبتدي اعمل الطبق. الطبق هو فكرة الدايرة اللي احنا عملناها قبل كده. في حاجات تانية. في فيديوهات قديمة. انا بشتغل زي ما قلت بخيط ستين. هناخد الخيط ويعمل معاكم الطبق. اول حاجة هنعملها هناخد ست خرزات. يبقى البداية هتكون ست خرزات. وهنساوي الخيط ببعضه. الخرزة رقم ستة دي هنرجع فيها علشان نبتدي نعمل العوضة. بالشكل ده. يبقى انا كده اخدت ست خرزات وقفلتهم مع بعض بالشكل الدايرة. هاجف طرف من الاتنين. وهعمل دلوقتي سداسي على واحد. سداسي على واحد. يعني انا محتاجة اربع خرزات. هاخد علشان يكونوا بنفس الترتيب. هشتغل اتنين. هاخد خمس خرزات في اول غرزة. هحتاج خمسة اتنين. وبعدين واحد. كده السطر الاول اللي كان كله سداسي على واحد خلص. وكوننا منه الشكل السداسي. تقدر تعملي الطبق او الدائرة بطريقة الكستر. او بالطريقة دي اللي هي شكل سداسي وهنحوله لدايرة. الدور دوت هيكون سداسي على اتنين وخماسي على واحد. سداسي على اتنين وخماسي على واحد. علشان احول الشكل السداسي لدائرة. وطبعا ممكن تشتغلي بالطريقة اللي كنا عاملينها في الكستر. هنشوف بس ترتيب الالوان. انا هشيل البنبة دي. وهاخد واحدة كمان ابيض. كده تلاتة. والربعة هتكون بمضة. ويبقى الغرزة دي عبارة عن سداسي على اتنين. الغرزة اللي بعدها هتكون خماسي على اتنين. السطر اللي جاي دلوقتي هيكون كله رباعي. وده هيكون اخر سطر معانا في الدور ده. او في الطبق. بما انه هو طبق صغير. هنحط تلات خرزات. طبعا توزيع الالوان بيرجعلك. ونرجع في اخر خرزة. ونسحب الطرف التاني. ونكون الغرزة الربعية. بالشكل ده. اربع خرزات اهم. ايه تلات خرزات ومعي واحدة هيبقوا اربعة. وهنعدي بالطرف الخيط من تحت كده الطرف اللي تحت. في الخرزة اللي جنبيها. معي خرزتين واحد اتنين. محتاجة كمان اتنين علشان يكونوا اربعة. وبكده هيكون الدور كله رباعي. واحد. اتنين. ونعمل دور كله رباعي. زي ما قلت معاكم في الاول. ست خرزات. وبعدين سداسي على واحد. وبعدين سداسي على اتنين وخماسي على آآ واحد. واخر دور خالص هيكون رباعي على واحد. اللي هو الدور الاخير ده. هيعمل لي الانحناء اللي هو يديني شكل الطبق. بالشكل دوت. وده الفنجان بتاعنا. وعملت كمان معي الصانية. الصانية دي احنا عملناها في فيديو قبل كده. وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. لمجرد بس ان احنا بنكمل شكل دي كورش. كلها حلوة قوي لو تحطت على ركنة او على اي ترابيزة. الفيديو خفيف وسهل وبسيط. اتمنى ان يعجبكم. لو بتشوفوا القناة لأول مرة. اتمنى تشتركوا وتفعالوا مفتاح الجرس. ما تنسوش تشوفوا الفيديو وتعملونه لائس.